السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبابي اعملين ايه يا رب تكونوا بخير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على عليه وصحبه وسلم النهاردة اجنانكم فيديو جديد من قناتكم يلا بيهنلف الدنيا وهنلف فيه النهاردة زي ما شوفنا في العنوان كده بازن الله هناخد جولة في كفر الدوار الفيديو ده الطلب مني وانا روحت مخصوص كفر الدوار علشان الاب بطلبات حضراتكم ويرب الفيديو ينول اعجابكم واتنسوش تكتبيوه في الكومنت وما ننساش لايك واشتراك في القناة وتفعلو زر الجرس عالك كل عشان يوصلوكو الجديد وكتبوه تحت في الكومنت عابين افكار ايه تاني او فيديوهات ايه تاني بس كده ويلا بيهن نبدأ الفيديو بتاعنا من احلى الفيديوهات اللي بيحبها واللي بتكون قريبها لقلبي اللي بيكون فيها صفر او اكتشاف فكان جديد بالنسبالي لان الانسان فعلا بيحس ان هو يعني تعرف على حاجات جديدة وشاف ناس مختلفة وشاف يعني ثقافات تانية وشاف منطقة جديدة ده كله يعني بيفيد الانسان وبيزود خبرته وبيسري معلوماته ننفعش ان الناس تكون بتنزل لنا من دول تانية من دول اوروبا ومن دول الدول العربية وكل الدول اللي برا مصر يعني وخصوص عشان تشوف مصر وتشوف الحضارتها وتشوف الثقافات المختلفة فيها وتشوف الجمال والعراقة والعبق وكل الحاجات الجميلة دي وإحنا نكون أهل مصر مش عارفين أماكن كتير فيها طبعا إنسان ممكن يعرف بلده بأقل القليل يعني لو حتى مرة في السنة الإنسان يخرج يكتشف محافظة جديدة منطقة جديدة في مصر ده هيكون برضو إفادة كبيرة وإن بقى مش قادر أو مش عارف إنه هو يروح مكان جديد ممكن إنه هو يبحث عنه طبعا دلوقتي وساء التواصل الاجتماعي والمعرفة والسوشيال ميديا وكل الحاجات دي كلها بقت موفرة حاجات كتير ما كانتش متوفرة زمان فيعني نحاول بقى نستخدمها في الحاجات المفيدة لنا يعني السفر مش لازم يكون ساحل أو بحر أو مثلا عشان يصادف أو الكلام ده كله لا مجرد إن إحنا نشوف مصر كلها فيها إيه وبعدين كعانت في السفر سبع فوائد ودائما بقى في حاجة في مصر وش موجودة في حتة تانية إن دائما كل محافظة يكونوا مسمينها بإسمي يعني مثلا مثلا محافظة كذا أهل الكرم محافظة كذا ده أهل مش عارف إيه كل حاجة كده بيدلها مسمى معين فلازم إن إحنا نروح حاجة حاجة ونكتشف ده من نفسنا وهال ده حقيقي ولا لأ وكيد طبعا حتى لو لقينا بعض أو جزء من الناس فده مش معناة عميم يعني على الكل ولكن يعني نشوف بنفسنا الحاجات دي ثم إن استفر ممكن إن هو يفتح لكو حاجات تانية وأفاق جديدة ممكن إنسان يكتسب فكرة معينة أو يلاقي حاجة اللي كان بيبحث عنها ومش لقيها أو يلاقي مثلا تجارة أو عمل في سفر من سفراته اللي بيسافرها أو يعني حاجة معينة مثلا كان بيبحث عنها روح معينة حياة معينة يلاقيها أو تتوفر الفرصة إن هو يقدر يلاقيها في المكان التاني ده طلعنا كده من عند كارفول والداونتاون من أول ما بدأنا الفيديو وبدلنا بقى ماشيين زي ما إحنا شايفين كده بقى طولة قريق بقى الزراعة والمناظر دي بتبقى تحفة جدا وعن نفسي بتحسسني بقى حسيس السفر بتاعت زمين كده لما كنا بنسافر كده وإحنا يعني أنا صغيرة وكان بيبقى موضوع بيبقى جميل جدا ويوكي كان لاسبب من الأسباب اللي خلاني أحب السفر لما كبرت وأحب اللي أنا أتعرف على أماكن جديدة ومناطق مختلفة في سفري مع أهلي زمين أنا صغيرة في أماكن كتير مختلفة دايما يعني مش مكان معين حتى أو لازم يكون لنا في أهل أو كلام من هذا القبيل لأ كنا بيحبوا يسفر وكنا مش عارفة حصل لهم إيه دلوقتي بس يعني ما علينا أنا اللي بقيت متعذبة دلوقتي وبتحيل علشان خاطر يرضو ويروح وييجو بس الحمد لله تفهمش بقى كبر ولا إيه ولا ما بقاش ليه متقطان للمواضيع دي قبل ما انسى عاوز أقول لكم كل عام انتم بخير يا رب وإلى الله أقرب يعني خلاص بدأت أيام جميلة بدأت الأيام من يوم الجمعة اللي هم العشرة الأوائل من ذي الحجة ويستحب طبعا فيهم من أحب الأعمال إلى الله العمل في الأيام دي وخاصة كمان التوبة يعني لو في حد عاوز يتوب عن حاجة معينة بيعملها أو الزنب هو شايف أنه هو بيعمله مثلا شرب سجير مثلا وكرر أنه هو يبطل أو كلام من هذا القبيل يعني يستحب طبعا في الأيام دي من الأيام اللي ربنا أقسم بيها في صورة الفجر والفجر والعيل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي حجر اللي هو يعزوه عقلي يعني فإحنا بقى ناخد والاعتبار كل الحاجات دي طبعا نأكد على صورة الفجر نأكد على الأيام العشر دول وكمان الشفع والوتر برضو من السنن المهمة جدا جدا اللي فيه ناس كثير بتغفل عنهم ومش بيصلوهم واللي هو بيكون عبارة عن ثلاث ركعات بس والثالث الأخير بقى من الليل برضو وزي ما في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشكل هيتخيلوا لما الجهاد في سبيل الله اللي هو أكبر الدرجات يكون الصيام أو العمل الصالح في الأيام دي أكبر إن شاء الله وأحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله كمان حديث ابن عمر ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر فأكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد كلكم بقى وصيام عرفكم تاني خالص واللي بيكون يوم مغفرة الزنوب إن شاء الله ولعدكم من النار يا ربي وربنا يكتبنا وإياكم من العتقاء من النار في هذا اليوم وصيامه إن شاء الله يعني يعادل كفارة سنتين سنة قبل وسنة بعد إن شاء الله هدعي لكم وإنتوا كمان ما تنسوناش من صالح دعاكم كده بقى دخلنا لكفر الدوار طبعا كان بيبقى مكتوب كده لافتة أو يفطة يعني مكتوب عليها محافظة البحيرة تصحابكم السلامة وكفر الدوار بتبعد حوالي 30 كم عن اسكندرية شرق اسكندرية يعني وطبعا هي واحدة من المدن اللي في محافظة البحيرة كمان هي واحدة من المدن المهمة جدا في دلتا مصر واللي بتكون مشهورة بصناعة الغزل والنسيق وطبعا بيكون فيها أكبر الشركات المسؤولة عن الموضوع ده واللي هي شركة مصر للغزل والنسيق واللي بتكون في المرتبة التانية بعد شركة مصر للغزل والنسيق اللي في المحلة الكبرى كمان في اربع شركات كبار في المدينة غير الغزل والنسيب. شركة للكليمويات. شركة للصباغة والطلاق. شركة لالياف الحرير. وشركة لتغليف وتعبئة الفوائكة. بازن الله هنشوف في الفيديو شوارع وحواري. واهم من المناطق هنشوف كمان الملابس والازياء هناك. كمان هنشوف الاسعار هناك علشان تقدر توحكمه بقى هل الاسعار غالية او مش غالية. طبعا على وجه الشارع بتكون ابراج العالية الفخمة اللي احنا شايفينها. اما بقى في الحواري من جوه بيكون البيوت اللي هي ريفية او البيوت اللي بتكون دورين تلاتة كده. كده بقى ده شارع الجيش في كفر الدوار. هنبدأ الماشين جده شوية في طريق الجيش ونبدأ نخرم منه بقى وندخل على شارع اه او منطقة يعني. وبقى مدافن او تراب بوليس. ومنها بقى ندخل على شارع الجلاء. وشارع الجلاء من الشوارع المشورة هناك. مش بس كده بقى مش الله وقوات اللي بلالهم وبارك الشارع مليان حلويات يعني. ما لابسنا لاقي اه حاجات اه اكسسوارات وحاجات تانية كتير يعني زي كده من شايع على صغير كده عندنا. وبقى الناس بنزلة عشان تشتري لبس العيد بقى للاولاد والكلام ده. دخلنا كده بقى شارع بوليس او منطقة بوليس. من الحواري او الاحياء البسيطة كده في المكان. عائلات بقى وكل حد عنده البيت بتاعه زي احنا شايفين. اشتري للاحظة بالتخارية احطة. بالتشتري للمشورة بلالهم. اشتري للمشورة. بسبب احصارك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وده كده بقى شارع الادارة والشارع اللي على شمالنا ده بيكون فيه موقف ده منهور تقدروا تركبوا منه اي حاجة بقى بازن الله اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة